انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمدة ثلاثة أيام فعالية النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد أعمال الأسبوع إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 كما تركز الجلسات على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخية وإطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتحيها هذه الأزمة الصحية ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية وعودة موضوعات الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية فضلا عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة العمل على مستوى المركز مهم والعمل على مستوى الأطراف مهم ولكل المزايا نسبية ولكل المجالات لتطوير التنمية من غير معايير وخضر على المتابعة ومسندم الموزن عمل الدولة وخطة استثمارية تعدى على المستوى المركزي لا تستطيع المشروعات التي تتم على مستوى القرى والمراكز أنها تقوم بهذا بعد جائحة كوفيد 19 والتحورات التي ما زلنا نشهدها على المستوى العالمي وكل هذه الجائحة والتحورات التي حصلتها كلها مما لا شك فيه بتؤخر وبتعرقل من قدرة دول العالم على الوصول أو على تحقيق أهداف التنمية المستدامة